فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ووالله ثم والله ثم والله لو أدرك المؤمنون ما في قراءة القرآن بالتدبر لما تركوا ذلك أبدا قراءة القرآن بالتدبر حياة وغذاء قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تفهم وتدبر كما قال العلماء وأنفع للقلب وأدعى لحصول كل خير فإذا أراد المؤمن والمؤمنة الانتفاع بالقرآن فلا يقرأه بغفلة ولا يهده هذًا ولا يكون همه آخر السورة